لقد كان للولايات المتحدة علاقة دفاع مع المغرب منذ كنت مسؤولاً صغيراً في وزارة الدفاع وأعددت آنذاك كل الكتابات التي استخدمت في أول تدريبات عسكرية مع المغرب بالقرب من فاس وإفران وكانت مناسبة لا تنسى والآن هناك مجموعة استشارية لشؤون الدفاع على مستوى وكيل وزارة الدفاع وتواصل الولايات المتحدة والمغرب التشاور على أعلى مستوى حول المناورات العسكرية والتدريبات والتحديث ومبيعات الأسلحة وقام رئيس الأركان الأمريكية الجنرال ميلي بزيارة للمغرب وأنا متأكد من أن قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا قد راقب الموقف أيضاً وهم قلقون إزاء انتشار هذه الأسلحة داخل أفريقيا من ذلك المصدر الجديد للخطر وهم قلقون إزاء الأمن الملاحي حيث أن الطريق البحري بمحاذاة ساحل المحيط الأطلسي يعد ممراً بالغة الأهمية ولكن إذا أقدمت البوليساريو علشان هجوم كبير على سفينة تجارية عادة ما تنتمي لعدة دول من خلال الطاقم والملكية والعلم والحمولة فإن الرد لن يكون مجرد الدفاع ضد طائرة المسيرة الصغيرة لكنه سيكون رداً انتقامياً لردع البوليساريو وعقابها بشكل لن تجسر بعده على تكرار مثل ذلك الهجوم ونحن لا نملك سلاحاً لمجابهة طائرة مسيرة صغيرة ولكن لدينا سبل أخرى لمعاقبة الإرهاب وهو إرهاب تدعمه دولة واعتقد أن الدكتورة رامش طرحت نقطة جيدة للغاية وهي تخيل لو أن إيران لم تكن تفعل ذلك ولم ترسل مسيرات لحزب الله وتخيل لو لم تكن لإيران شبكة شعية تعمل كوكيلة ما الذي كان سيحدث؟ كان كل هؤلاء الشباب في إيران يشاهدون أخواتهم وبناتهم يثورون ضد النظام هو نظام يشعر بالقلق إذا أثورات الربيع العربي في شمال إفريقيا ويحاول تشتيت انتباهنا بأعمال الإرهاب وتطوير السلاح النووي وكل الأشياء الأخرى للحيلولة دون التركيز على الأوضاع المتدنية التي وصل إليها هذا النظام وأتفق معها في ذلك